بتحددي المرتب للمتقدمة للوظيفة على اي اساس؟ على اساس ان البنت اللي لو عندها خبرة واشتغلت قبل كده ايه اللي بتقول مرتب بكذا لو اشتغلت قبل كده؟ طب لو ما اشتغلتش وانت جايبها خام السمسار جابهالك وقالك البنت دي لم يسبق لها العمل هنعمل معها ايه دي؟ يعني مثلا لو اللي في سنها بتنزل بتلتمية بربع مية او بتلتمية واخدبالك بتنزل مية منها عزة انت بشايفة ان الاسعار دي فيها شوية يعني مغالاة يعني بالقياس هقولك يعني هنقسها على الجماع المستونادين من شرق اسيا اللي جاي من برا البنت اللي جاي من برا دي اولا جاية تقعد في البيت فقط لا غير طرحش هنا ولا هنا ملتزمة تماما ملتزمة ايه طاعة عمية ولغات و الى اخره ايه دهولة بياخدوا الاسعار مبتطره واحد الوقتي ما بين مية وكمسين و ساعات متين دولار اه وبتسافر مرة واحدة في السنة او كل سنتين انو مش شايفين ان فيه خطر داهم جايلكم خطر كبير قوي قوي جايلكم من الناحية دي وعشان كده مش لازم بتغلوا اول في الاسعار قسا اولا حمريك حاجة كسبوا لقاردك كسبوا لقاردية ليكن اه اولا حمريك حاجة مشان اللي بغلي ده البنت اللي بتيجي او الستة بتيجي تحديك بس هقول لحضريك حاجة اللي بتيجي اساسا اشتغلت قبل كده معليلي اللي بيجي لسه اول مرة انا بكلم عن الجاهم اول مرة دي لسه يعني يا اما كانت قاعدة بيت ابوها يا اما كانت شرف ووظيفة بتطلع لها يا دوب قوت يومها فاحنا النارده لما نطمحها من الاول ونقول لها انت هتاخدل تلتمائة او ربعمائة جنيه كتير انا النارده لو لجبتها لي بمتين وجربت البنت وقيتها كويسة انا بالتدريج حافظها لان احنا هنتكلم عن ان احنا ناس عدلين ها احنا هنتكلم عن يعني اللي بيستخدم عادل واللي بيقدم الخدمات عادل ده هياخد حقه ده هياخد حقه فهنا المغالف الاجر صعبة شوي مش حكاة المغالف الاجر هي بتيجي البنت تقول لك طب ما اجا同ا اللي انزل بماتين ا Cher week حتيجي تقول لي لا انا بشتغل مسل في البلد ها انا بñoش عالي ايه في البلد عند دكتور هناك عند زبج هناك عمري ما يكون في البلد حاجة أمامي الجنيد أورا لك سوء لعمة ومش هيدر رؤمية هتيجي تقول لك يا طب انا بشتغل وبروحة بات في بيتي هناك يعني بشتغل بالنهار وبروحة بات في بيتي او مثلا بشتغل في الارض او مثلا بشتغل في جناين وباخد كذا بغضبار حضرتي